لو ما شفتش الاجزاء اللي فاتت من وان بيس فارجع شوفها الاول وتعالى في الاجزاء اللي فاتت شوفنا ان كومة انضم للجش الثوري هو وجينو ولكن بعد غزواتهم الكتير وانتشار الجش الثوري في العالم كله بنعرف ان جينو هي بتعمل مهمتها اتخطفت من وسط الفرقة بتاعتها وبنعرف انها تخطفت من حد مهم تابع لواحد من التانين السموية وقال له من هي هتتجوزه هناك وهتكون واحدة من ممتلكاته في اللحظة دي بيعرف كومة اللي حصل مع جينو وساعتها كان في مهمة ضد البحرية واباد من غضب الفرقة باكملها وحرر المملكة من الاستعباد ساعتها بنشوف ان البحرية عرفت بالموضوع ده وبيكونوا مددين قوي من اللي حصل وبيكون الشعب كله فرحان وبيقول ان الجيش الثوري هو البطل الحقيقي لكل الشعوب بعدها بنشوف كومة هو بيروح لدراجون وبيكون تعبان قوي وبيركب السفينة معاه وبنعرف في اللحظة دي ان عدى سنتين على اختطاف جيني للتنين السماوي لكن فاجأوا هم على السفينة بيجي لهم اتصال من جينو ذات نفسها وبتعرف كومة وبتقولوا انها رجعت للجزيرة تاني بعد ما اصابها المرض والتنين السماوي طردها ومشاها من هناك وبتقولوا انها كانت نفسها تشوف الجميع وتشوفه ولكن المكالمة دي احتمال تكون مكالمتها الاخيرة علشان المرض متمكن منها جامد بيزع فيها كومة وبيقول لها صمود الحد ما جي يا جيني لكنها بتقولوا معلشان اسفة احتمال لما تيجي ما تلاقينيش لسه عايشة وبتطلب منهم انهم يعتني بكومة علشان هو طيب القلب جدا ساعتها بقى وهي بيتكلم بيكون كومة استخدم قدرته وبينتقل بسرعة علشان يروح لها وفعلا بيوصل هناك وبتكون في الكنيسة ولكن الناس اللي هناك بيسلمها له وهي ميتة وكلها مرض وبيعرفون ان المرض انتشر في جسمها بسرعة كبيرة جدا لانها تعرضت للشمس يعني كلما تتعرض الشمس اكتر كلما المرض كان بينتشر عندها ساعتها كومة بيحزن جدا وبيفضل يفتكر في ذكرياتهم ويعيط ولكن قبل ما تموت بنعرف انها سابت له طفلة ودي بيكون بنتها بيكسم وقتها كومة ان هو هيعتني بيها وهكون بنته من دلوقتي وهيربيها احسن تربية وساعتها بيدفن جيني وبيفضل يبكي عليها بتعدي بقى الايام وبنشوف ان هو فعلا بدأ يعتني بيها ويسمها بوني كمان لحد ما بتكبر بوني شوية وكومة بيكون بيربيها هو وبقية العواجيز اللي كان هناك لكن برضو هو في اللحظة ديه منسيش وجباته للجيش الثوري وكان بيروح يخلص المهمات ويرجع لبوني وفضل على هذا الحل وقت طويل جدا يخلص مهمات للجيش الثوري ويرجع يعتني بوني لكن في يوم من الايام بيأمر كومة كل العمال اللي في الكنيسة انهم يقفلوا البيبان حالا ساعتها العمال بيقفلوه ليه انت قفلت الابواب كلها فبيوريهم الطفرة اللي ظهرت على بوني وبيلاقى عندهم حجر ازرق يعني زي المرض اللي كان عندهمها ولو اتعرضت للشمس كتير المرض هينتشر في جسمها زي ما عمل مع امها بالزبط وقتها العمال بيخافوا على بوني جدا ويروحوا بسرعة علشان ينادلوا الطبيب لكن كل الدكاترة اللي جم بيعتذرولو لانهم اول مرة يشوفوا المرض ده ومش عارف اللي علاج ولا يعرف هو ايه اصلا ساعتها كومة بينصدم وبيزعل اوي وفي اللحزة ديه بيروح كومة علشان يسيب الجيش الثوري بيقول له اوفانكو ما لك ايه اللي حصل فبيعرفوا اللي حصل مع بوني وبيكون متضايق اوي وبيقول له انه هو دلوقتي مش عايز اي حاجة تشغله عنها وانه هو مش عارف يعمل ايه بس هو عاوز يفضل جنبها بيوافق درجا على طلبه وبيقول له انا فهمت انت عاوز تعيش حياتك بدون ندم وبيقول له انه هو هيسأل لطباء حوالين العالم يمكن حد فيهم يعرف علاج لبوني بيشكروا وقتها كومة وبيسيبوا وبيمشي بعدها بنشوف النبوني عندها خمس سنين وبيكون بتجرى وراء العيال وبتخوفهم قوي وبتقول لهم اياكم حد ييجي هنا مرة تانية لكن الاعال بيضايقوها وبيستفزوها بالكلام وبيقولوا لها انت ما تقدريش تعدي ببرة الكنيسة لكن هي بتجرى عليهم وبتديهم في دماغهم بيوصل عندها كومة وبيوقفها قبل ما تخرج برة الكنيسة وبيعالجها من اي اصابة فيها بيعرفها كومة انها تحاول انها ما تخرجش برة الكنيسة مرة تانية فبتوافق ولكن وهي زعلانة ساعتها كومة بياخدها في حضنه وبيقول لها اني اسف اني مش قادرة سعيدك بتسأل بوني كومة هي ايه الجوهرة اللي في وش دي وليه الناس بيعيبوني عليها لكن كومة بيتحك في وشها وبيقول لها لأ هم مش بيعيبوك ولا حاجة ولكن هم بيغاروا منك لانك جميلة يا بوني ساعتها بوني بتتحك جدا وبتقول له تمام وانا كده بقيت بحبها لكن بتكون بوني عارفة انها مريضة لو انت تشافيتي من مرضك يا بوني ايه الرحلة اللي انت عاوزة تروح فيها فبتقول له بوني بكل براءة انها عاوزة تزور جزيرة السماء بيستغرب كومة اصلا من حلمها وبيقول لها جزيرة السماء مفيش حاجة زي كده اصلا لكن هي بتفتح له كتاب وبتقول له انها قرأت عنها في الكتاب هنا وبتقول له كمان ان ممكن يكون نيكة حاكم الشمس يكون هناك وقتها ساعتها بيفضل كومة يضحك ويغني وراها وبيقول لها اكيد هتكون مغامرة عظيمة جدا بعدها بيستدعي الطبيب اللي في الجزيرة كومة وبيعرفه ان يدر يعرف اسم المرض ده ايه وبيقول له ان بنتك عندها مرض عضلة اسمه كشوري اليكوت وبيقول له ان يدر يعرف المعلومات دي من طبيب صاحبه كان يعرفه من زمان بيفهم كومة بقى ان المرض ده نادر جدا ومن زمان اوي وبيعرفه ان الاحجار ده تفضل تنتشر في جسمها لو اتعرضت لاي دوق من الشمس او الامر ولكن حتى لو اتجنبت ده كله فان المرض هينتشر برضو في سائر جسمها بس مع الوقت يعني بالبطيق وبيعرفه ان بوني مش هتصمد لمدة خمس سنين تانيين وهكون معجزة لو عدت العشر سنين بيقول له الطبيب كمان انه هما ما اكتشفوش علاج للمرض ده ابدا وانه هو ما يعرفش عنه كتير غير المعلومات اللي عرفها دي بس بيفضل كومة يعاية وقتها من الاخبار اللي اسمعها دي بيرجع وقتها كومة للكنيسة وهو بيكون لسه حزين وبيقول مش معقول الكلام ده لان بوني دلوقتي بتكبر وبصحة كويسة ازاي ما فيش علاج للكلام ده وقتها بوني بتخده وبتطلع له فجأة فبيقع على الارض وبيقول لها انت لا اعملت كده انا افتكرتك نيمة لكن هي بتقول له انها سمعت كل حاجة وايه اللي هيحصل في عيد ميلادي العاشر بيتوه كومة في الكلام وبيقول لها عيد ميلاديك العاشر ايه انا ما قصدتش حاجة فبتقول له انها شافته بيبكي وكمان راح للطبيب بيقول لها ايه ان هو راح للطبيب وقال له ان انت مش هتشفي غير لما تتميها عشر سنين ساعتها بتفرح بوني جدا وبتفضل تضحك وبتكون فرحانة انها تقدر تمشي دلوقتي فأي مكان هي عايزاه بعدها بيعاد السنة وبنشوف ان الملك الظالم اللي كان موجود قبل كده اللي طردوا دراجون ويفانكو من المملكة لسه عايش ورجع تاني وبيطالب بحكمه ويادر ان يسيطر على المملكة وحرق كل الناس المتمردين وعلشان كده هم جمع عنده كوما علشان يستنجدوا به زي ما عملوا المرة اللي فاتت في اللحظة دي كما بيغضب جدا وبيروح علشان يشوف الموضوع وفعلا بيلاقي ان الملك بيحرق كل المنازل اللي جنبيه علشان ما يكونش في حسالة او متمردين يشكلوا عقب عليه بعد كده وبيقولوا انه بيعمل ده كله علشان ينال اعجاب التانينين السماوية وهم يدعموه ويكون في صفهم وبيقول ان حتى لو وصفوا بالشيطان فهو هيعمل كده غزبا عنهم برضو بيحاولوا المواطنين انهم يعملوا صورة وبيطلبوا منه انهم ما يعملش كده مرة تانية ولكن هو بيخلي الجنود تضربهم بالنار وساعتها الناس بتخاف وبتطلع تجري من قدامه لكن فجأة بيظهر قومة بشكله الغضب والمرعب اوي وبيضرب بقوته كبيرة والصاحقة المملكة كلها وبيفجر الاصر اللي فيه الملك ساعتها الملك بيخضب جامد انه مش هيسيبه ابدا طول ما هو حي وبنعرف بعدها ان الحادثة دي تسمت بصورة الراجل الواحد بعدها بنرجع للمرجوة وبنشوف سطرن وبتجيله الاخبار ان مملكة سوربت الملك بتاعه اللي هو معاهم اجزال عن العرش بيسأل سطرن الشخص اللي جاب له المعلومات ده اما المين اللي بقى مكانه بعدها بنرجع للجزيرة وبنشوف انهم عاملين صورة جامدة جدا ان لازم ان كومة يكون هو الملك الجديد بيكون كومة رافض في الاول ولكن هم اللي بيكونوا مصرين انه يعينوه الملك فبيضطروا كومة وقتها انه يوافق بعدها بنشوف ان لسه كومة عايش برضو في الكنيسة ومرضيش يروح هناك ولكن هو حاليا متعين الملك بينادو الناس اللي في الكنيسة بالملك ولكن هو بيقول لهم ارجوكم محدش ينديلي بالاسم ده انتوا عارفين ان انا عبارة عن وجهة رئيسية بس ولكن اللي بيدير المملكة هو الوزير اللي تحتي لانه امين وشفته صادق من قلبه وانه بيحب المملكة ساعتها الناس بتفرح جدا وبيكونوا عارفين الكلام ده ولكن هم بيكونوا حابين يقولهولو بيلقوا في بنت كبيرة جدا بتجري في الكنيسة والكل بيكون متفاجئ ومش عارفين هي مين دي وبيقولوا انها بتفكرني بجيني بيستغرب كمان كومة وبيقول هي مين دي لكن لما بيدقوا قوي بيعرفوا انها بوني وبيكونوا مستغربين هي ازاي كبرت كده وان دلوقتي يا جماعة بوني لحسب ما حسبت يعني هي عندها لسه ست سنين ساعتها كله بيكون مستغرب وبيقول هي دي فاكهة شيطان يعني ولا ايه اما ليه التحول الغريب ده لكن بعدها بشوية بتتعب وبترجع لهيقتها الاصلية وان هي صغيرة يعني بيكرأ واحد في الكتاب وبيعرف انها الفاكهة دي اسمها فاكهة توشو توشي والفاكهة دي هي فاكهة العمر بتقدر تخليها تكبر وتصغر زي ما هي عايزة بتحول بوني وقتها ان هي تكبر مرة تانية ولكن ما بتعرفش فبيوقفها كومة وبيقول لها هدي عشان ما تتعبيش اكتر من كده بعدها بيجي الوزير لكومة وبيعرفوا ان شف الجريدة صرته ومكتوب عليها انك حاكم شرير وانك انت اللي حرقت الجزيرة وانت زعت الحكم من الملك الصابق وساعتها بيعرفوا ان اللي عمل كده هو الملك الصابق بيكوري علشان يقوم الناس عليه ويرجع هو مكانه بيكون الشخص اللي معهم ده ما بيكونش مسدق وبيقولوا ان الشخص ده لعين جدا فبيقول للوزير ان علشان المقالة دي تلف العالم كده فاكيد ان لسه بيحظه بدعم حكومة العالم واكيد هيرجع مع الايام علشان يطالب بالعرش بتاعه وبيقول للوزير كمان ان جات لهم معلومات ان هو دلوقتي بيجاهز سفن حربية كبيرة وهيخش على الجزيرة بيكلموا العواجيز دول كومة وبيقولولوا لو الشخص ده رجع تاني هيقتنه بلا شك فبيقول لهم كومة انا عارف الكلام ده كويس ولكن ما تلقوش انا مش هخليه يعتب مملكة سربة مرة تانية بيقعد كومة بقى مع اتباعه وبيقول لهم لو الملك ده رجع انا عارف ان انا هقتله ولكن هكون في نظر الناس وقتها انه هكون مجرم ومش هينفع وقتها انه افضل في الجزيرة علشان كده بيطلب من الوزير انه هو يعينه الملك مكانه وبكده حتى لو قتله وساب الجزيرة هيكون متطمن بعد ما يمشي بيوفق اسعتها الوزير على كلامه بيطلب منه كومة كمان انه يخلوا باله من بوني ويغطي الكنيسة دي كويس علشان ما تتعرضش لاشاعة الشمس وبيروح يودع بوني وبيقول لها انه هيجيلها في يوم من الايام اهم حاجة يا بوني ما تعمليش اي مشاكل هنا بتزعل بوني وقتها ولكن بيسيبها برضو وبيمشي بيركب كومة قارب وبيستنى الملك والبحرية في نص البحر بيشور لهم الملك عليه وبيقول لهم هو ده اللي سلب من العرش ارجوكم اقتلهه حالا لكن كومة ساعتها بيخضب جميل جدا وبضربة واحدة منه من غير ما نشوفها بيكون مضمر الاسطول باكمله وبعدها بنعرف ان بعد ما عمل كده هرب للبحر وبقى دلوقتي مطلوب بصفة كرصان بتشتاء بوني جدا لابوها وبيكون عاملة اضراف في الوقت ده انها متاكلش ولكن العجوزة دي بتطمنها وبيتقول لها انه اجيد هيرجع تاني ولكن هو كان لازم يعمل كده علشان اهل الجزيرة ديت وان كل اللي في اهل الجزيرة بيحبوه قوي بتقول لها ابو اني انا فاهمك كلام ده وانها لما تشفي من المرض بتاعها هتصبح كرصانة هي كمان علشان تروح له ساعتها بقوا في اليمة التانية بنشوف كومة وهو بيدور في كل جزر العالم على ان اي حد يعرف المرض ده او يعرف علاجه ايه وبنعرف انه كمان زار جزيرة اقوى سياف في العالم لكن في كل مرة ومن بعد الجزر اللي كان بينزلهم كانوا بيكونوا عارفينه وبيترضوه فبيضطروا ان يسكتهم هو كمان لكن في جزيرة واحدة هم اللي بيكونوا برضو عارفين المرض ده وبيقولولو ان بنته مش هتصمد لمدة خمس سنين تانيين كومة حاليا بعد ما دور في العالم كله مش لايه اي دوه لبنته خالص وبيكون الموضوع ده معصبه جامق جدا في اللحزة دي هو بيدور وماشي بالسفينة بيلاقي سفينة دراجن في وشه فبينزل يقعد معه شوية وبنعرف وقتها من دراجن ان افانكو فرقته اتقابد عليهم من البحرية وبيكون دراجن مستغرب اكتر انه كومة دلوقتي بقى كرصان بيسألوا كومة تب انت مسدق علي الشاعات اللي تلعت دي لكن بيقولو دراجن ما تهزرش يا كومة انت عارف ان مفيش ولا واحد في الجيش الثوري هيصدق عليك حاجة زي كده بتطلب بيتي من كومة انها عاوزة تاخد منصبه وكون قائده للجيش الشرقي فبيقول لها كومي وانا مالي دلوقتي لكن هي بتقولو ان دراجن سان قال ان المنصب ده عمره ما حد هيكون مكان كومة فيه لانه لسه بيعتبر واحد من الجيش الثوري بيدحك وقتها كومة وبيقولو انا عايز ارجع وكل حاجة يا دراجن ولكن انا مش هينفع ارجع غير لما لقي علاج لبوني وبيقولو انا كنت بمر على كل جزيرة سمعت عن عالم شغال مع البحرية اسمه الدكتور فيجابانك وبيقولو انه هينقل معمل الابحاث بتاعته بعد الحادثة الاخيرة بيقولو دراجن ايوان عارفه ولكن علشان نقابله الامر مش هيكون سهل جدا بس الحراس عنده ضعاف ممكن نهاجم عليهم ونخدش نكلمه لكن هو بيشكره وبيقولو ان هو هيروح لوحده وفعلا بيبدأ يودعه وبيمشي من المكان بيقولو كومة قبل ما يمشي لو بوني مرضها خف انا هرجع تاني واحد من الجيش الثوري فبيقولو دراجن تمام وانا مستنيك يا صديقي العزيز بعدها بيعدي وقت وبنشوف بوني وهي كبرت شوية وبتضرب الناس هناك بيدخل عليها كومة وبيقولها عيب يا بنت اللي بتعملي كده ولكن هي اول ما بتشوفه بتروح تاخده بالحضن على طول في اللحزة دي بقى بياخدها كومة وبيروح عند جزيرة الاجهد عند الدكتور فيجابانك علشان يشوف لها علاج لكن اول ما فيجابانك بيشوفه بيكون متفاجئ منه قوي وبيقولو انه اول مرة يشوف بشري بالحجم بتاعه ده لكن كومة بيتاري عليه هو كمان وبيقول وانا كمان اول مرة اشوف شخصي بالدماغ ديه وبيقضي التارياء على بعض يعني بيطلب منه فيجابانك وقتها انه يفحص جسمه وعضلاته علشان يخليها من اجل تطور العلم بيوري كومة بون الفيجابانك وبيكلمه عن المرض بتاعها وفعلا بنشوف ان فيجابانك بيكون عارف المرض بتاعها وبيشكره كمان انه قدر يوقفه لحد الوقت ده وبيقولو ما تقلقش انا قادر اني يعالجها بيقولو كومة بجد قال له ايوه ما تقلقش انا هستعمل عليها تكنيات لم تستخدم بعد في مجال الطب يعني حاجات لسه جديدة على الطب انه يعرفها وبيقولو عشان اعرفك اكتر وكون دقيق معاك انه اصنع عليها خلايا جزعية جديدة واقوم بزراعتها يعني الخلايا اللي في جسمها هو هيبدلها ولكن بيقولو ان العمل دي هتكلفه كتير اوي جدا وفي الاخر هو هيحولها لصيبورج علشان هي تقدر تعيش بيستعرب منه كومة وبيقولو انت هتحولها لصيبورج لكن فيجابانك بيتوه في الكلام وبيعرف انه هو من عرك الباكونير فبيقولو فيجابانك ايوه هو انت ما تعرفش ان انا شغال لحكومة العالم ولا ايه فبيقولو كومة ايوه انا عارف بس انا مبسكش فيه مبسك في دراجن وبيسأله ايه الفرق من دمه ودم البشر العاديين فبيقولو فيجابانك ان ما عندوش عيناك كافية علشان يعرف التفاصيل بالزبط وبعد كده بيطلب استنساخه بيقولو فيجابانك بقى انه هو من فترة كان بيدور على جسد مؤهل علشان يعمل جيش من المستنسخين وبيطلب منه انه هو يستنسخه هو بما انه جسده كبير وواحد من الباكونير يعني عنده قوة تحمله اكبر من الناس العاديين بكتير جدا وبيقولو بقى لو انت اتبرعت بالعينات من دمك وسمحت ليا بستنساخ جيش منك انا هعمل العملية لبوني وبدون مقابل كمان وكمان بيقولو انت اكيد بدون فلوس يعني كمان مش هتقدر على التكلفة حتى لو رفض بيقولو كومة وانا موافق انا مش هرفض كده كده ولكن انا عاوز اعرف انتم هتستخدموني في ايه بالزبط يعني ايه الغرض من صناع الجيش بمثل هيقتي كومة هنا عاوز يعرف الجيش ده بعد ما يستنسخه هيعمل ايه بالزبط او هيكون وظيفته فبيقولو فيجابانك انا معرفش ولكن هو هيكون من دون نصفه في البحرية بيقولو فيجابانك ان هو نفسه يصنع قليين بيكون بيطلقوا الليزر علشان يدب الرعب في كلوب الكراصنة وانه هو هيخلي اكسادهم منيعة جدا ضد الرصاص علشان يقدروا يحمل مدنيين من اي خطر ومن الكراصنة بالذات وانه هو هيسميهم بمحاربين المستقبل بيدحك وقتها كومة وبيقولو فعلا كان دراجون عنده حق انت راجل غريب جدا فبيتدايق منه فيجابانك وبيقولو دراجون قالك كده علشان كده هو متعجرف بيسأل كومة فيجابانك طب وهل لو دراجون عرف دلوقتي باللي انا هعمله هل هيزعل مني ولا حاجة لكن فيجابانك بيقولو على حد معرفت بيه انه اكيد مش هيزعل ولا حاجة فبيقولو كومة تمام وانا موافق على طلبك بعدها بنشوف الارض المكدسة وبنشوف سطرن وهو بيتكلم مع ايمو سما وبيعرفه ايمو ان مشروع الاستنساخده حلو جدا وانهم لازم يعملوه باي وسيلة لان ده اللي هيخليهم يقتله بشر كتير فبيقولو سطرن حاضر اللي انت عاوزه هيكون تحت امرك بعدها بيسأل فيجابانك كومة هو انت كديس لكن بيقولو كومة لا انا مجرد جابان محبي للسلام فقط ساعتها بيدحك فيجابانك وبيقولو تمام